تنهار الليرة التركية مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار بتهاوي معدلات صرف العملة المحلية لعشرة فاصل خمسة وأربعين ليرة مقابل الدولار الواحد مستوى قياسي يعكس فقدان الليرة التركية لأكثر من واحد وأربعين في المائة من قيمتها في عشرة أشهر فترة كانت كافية لفقدان العملة التركية لأكثر من ثلث قيمتها أمام العملة الأمريكية في منحة نازلي تتوقع أسواق العمولات بتواصله لكسر حاجز 11 ليرة للدولار الواحد في غضون الأيام المقبلة تهاوي تاريخي يبرره المتابعون للشأن المالي التركي بمحاولة أنقرة تعويم العملة المحلية لأثفاء مزيد من التنافسية لمناخ الأعمال في البلاد في مسعى لتحفيز النمو باستهداف توسع اقتصادي بنسبة 10% بنهاية العام الجاري لتسجل تركيا بذلك ثاني أعلى معدل نمو في مرحلة ما بعد كورونا عبر العالم غير أن الخطوة التركية الغير معلنة لن تكون دون تبعات على الاقتصاد المحلي الذي سيواجه معدلة قياسية للتذخم السنوي لتناهز 20% بنهاية العام الجاري رغم مؤشرات أداء الاقتصاد التركي الإيجابية بتراجع نسبة البطالة إلى أقل من 12% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري وارتفاع قياسي في صادرات البلاد وتحسن أداء القطاع السياحي